المؤسسات الجزائرية قادرة على غزو الأسواق الإفريقية هل مناخ الأعمال في البلدان الإفريقية أصلا محفز للاستثمار ألم تتأخر الجزائر إقتصاديا في ولوج الأسواق المجاورة أليس الحل لمواجهة صدمة نفطية بتجيع المؤسسات المصنعة للتصدير نحو الخارج هل المنتجات الجزائرية قادرة على منافسة المنتجات الأجنبية في الأسواق الإفريقية ثم هل التصدير نحو الخارج سهل بالنسبة لأي متعامل اقتصادي جزائري وهل هناك مشاكل تواجه المستثمرين ما هي الإجرات التي يجب عليها الحكومة وضعها أمام المتعملين الجزائريين الخواص لتحفيزهم على التصدير الأسواق الإفريقية أي فرص استثمارية للشركات الجزائرية موضوع عدد اليوم من النقاش الاقتصادي مشاهدين في كل مكان أهلا بكم من جديد لمناقشة موضوع الحصة أضعى أسعد باستضافة سيد عبد الرحمن بن حمادي رئيس موديل عام لمجمع كندور مرحبا بك سيدي شكرا جزيلا لك كما يشاركوني في النقاش الصحفي صالح سليماني الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية أبدأ معك سيد عبد الرحمن بن حمادي الجزائر تراهل على كسل ورقة الأسواق الإفريقية باعتباركم أحد المصنعين أحد المصدرين الذين استطاعوا الدخول في هذه الأسواق يعني من خلال تجربة هل تشريعات والقوانين في البلدان الإفريقية محفزة للاستثمار داخل هذه الأسواق شكرا جزيلا مساء الخير إخواتي وأخواني المشاهدين لازم نغتهم الفرصة باش نهني شباب برج باراريج على التأخذ الكاس في السيزيام الفينال هذه كانت على قلبي لازم نقولها على المباشر بالنسبة للأسواق الإفريقية هناك نوعين من الأسواق الإفريقية ما دم ركم اختصاصين هناك نوع من الأسواق منظمة عندها لنور منتاحة نقدروا إذا كانت خلنا لها ندخلوا نقدروا نكونوا مضمئنين إذا كانوا تخارمنا كما رانا نديروا في الجزائر يعني البروسيدور لإجراءات إلى آخرين وللأسف كان بعض الأسواق اللي مزالت متخلفة بسبب الظروف الأمنية بسبب الأسباب تاريخية إلى آخرين الجزائر صح الجزائر تأخرت في دخول الأسواق الإفريقية الجزائر تعتبر الأم لإفريقيا الجزائر كانت تعتبر تساعد في الدول الإفريقية ومرينا بمراحل وان الكلام على المؤسسة فاردي زافير يعني الناس التي تنشط القطاع الخاص في مرحلها من ستينات سبعينات حتى في ثمانينات وكانت معتابة للمؤسسة الخاصة أو المؤسسة عدو للمجتمع لازم نقوله ونصارحوا بعضا الحمد لله يعني المؤسسة الخاصة المؤسسة الخاصة اليوم رجعت المكان تاحا رجعت لها الدولة الاعتبار سياسة فخرت رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة يعني منذ تسعة وتسعين بدخول القانون سكادي سكادي في ألفين وواحد يعني تطور المؤسسة بصفة عامة الآن ما بقيتش في التصور في الماضي شوفوا كوندور عبد الملك بنحمدي لا كوندور ليس عبد الملك بنحمدي كوندور هي 6500 عامل وعاملة إطارات وعائلات اللي رأي تخدم إذا كان عبد الملك بنحمدي ليس مليح يرى عبد الملك بنحمدي لأنها تخلق في الثروة لأنها تكون لأن المهنسين اللي رأي يخرجوا والإطارات اللي يخرجوا من الجامعات رأي يلقوا خاصة في المنطقة التي يعني في الشرق الجزيرة رأي يلقوا ملجأ ويلقوا عمل ورأي يتكونوا ورأي يحتكوا بأكبر المؤسسات بأكبر المؤسسات والمسيرين العالمي نعود أن نرجع لإفريقيا إفريقيا فيها إذن كما قلت وكان بعض الدول التي رأيها فيها متوسط نحن لديفي لأستاذ هنا ويعرف المشاكل بالنسبة للقانون الجزائري كان لالوادو رابغة ريمو إذا كان صدرنا يجب أن ندخله الفلوس حتى كنا ضحية يجب أن نجد طريقة هذا عائق لأننا نأخذوا كل احتياطيات احتياطيات احتياطات لكي يدخلوا التصدير وثانيا سنواجهوا مشكلة كبيرة في المستقبل هو مشكلة لقونط الفاصل الجزائر الحمد لله بفضل الحكم الراشد بفضل القرارات والقوانين الصارمة التي في محاربة التقليد مهما كانت أشكالتها العشر سنين التي فاتت واليوم كيف كيف كنا نتقوا علامات عالمية متتبعة في الجزائر مقلدة حتى قندور حاولوا بعض المؤمنين للآن اليومنا تقلص تقليد بشكل كبير ولكن الحمد لله الجزائر ستعتبر من الدول يعني في الريادة من الدول التي تحارب التقليد هذا هو المشكلين التي سنواجههم للربيتريمون والتقليد التي تتعل في الأسواق وتكلم سي صالح السليماني على بعض المشاكل الأمنية في بعض الأسواق لكن يمكن اعتبار أن السوق الأفريقية تبقى واعدة لمؤسسات الجزائرية ربما منك سؤال سالح أكيد أنا أحبت بقى نحط الصورة الآن مع الوضعية الحالية الاقتصاد الوطني المنفذ الوحيد أو حقيقة أوروبا ذرت النافع الآن توجه يكون القطع الخاص هو لإقدر يخلق الثروة وكسوق كامتداد تاريخي لابد على الدبلوماسية الجزائرية أن تعمل بكل ما بوسعها لتعبيد الطريق للمؤسسات الوطنية في كل الميادين هذا من أهم المهام المنوطة إليها فمن الجانب هناك الدبلوماسية وهناك أيضا تذليل العقبات للتصدير تصور أنه الآن في 2016 الأرقام الغنية عندنا فقط 300 مليون دولار يعني تصدير يعني أرقام يعني أوريدروكاربي ترواز مليون دولار أوريدروكاربي فهدف الاستراتيجي الآن هي التصدير الهامش كبير جدا وعندنا مواد حقيقة مواد يعرفوها الأفارقة خاصة الحدود القريبة لنا يعرفوها يعني وعندها يعني عندها شهرة وعندها رواج فأكيد أنه مثلا قال السيد بن حمدي مثلا يعني المواد الإلكترونية حقيقة نقدره يكون عندنا يعني قدم ويكون عندنا أيضا أنه بحكم العلاقات التاريخية مع الدول الإفريقية نقدره أنه يعني نفسه نفسه من هذا الجانب بعض الدول يعني الآن لراهي تجعل من السوق الإفريقية يعني سوق يعني مستقبلي في هذا الإطار تتكلم على السوق الإفريقية سي عبد الرحمن بن حمادي ربما يعني دخلت أسواق إفريقية دخلت مالي دخلت موريطانيا دخلت سودان دخلت تنزانيا دخلت عدة أسواق في الأخر كتجربة الآن كيف ترون المنافسة الأجنبية داخل الأسواق الإفريقية يعني هل مؤسسة الجزائرية قادرة تنافس حتى المنتجات لتدخل في العالم كشغل المنتجات الجزائرية فقط يعني تدخل في منافسة هو الشي المعترف به عالميا حتى نتكلم الكوريين أو اليابانيين أو الصينيين يقول السوق الجزائري السوق تنافسية هذه في الجزائر داخل الأسواق المنافسة هل يعني كمقدمة المنافسة رهيبة في الجزائر إذا كان قدرنا في الجزائر نعيش في جو تنافسي ما كان أكبر جو تنافسي من هذا في الدول من الجزائر في الدول الأفريقية رنا لاحظنا بأن هامش الربح بالنسبة للمؤسسات العالمية الملتينيسونال راح كبير كثير يعني والدول الأفريقية هذه إخواننا يحتاجون باش نكونوا في الصادرة باش نواجهوا هذا شبه الإحتكار الموجود لأن الأسعار الموجودة في الجزائر ومتاجات تعنا بعيدة كل البعد الأسعار التي رهي مطبقة في الأسواق الإفريقية ولهذا لدينا مكان في السوق الإفريقية لأن النفس من بيزنس موديل كما يقولون موديلة يعني النفس الإطار الذي سنسأل المشينا به في الجزيرة احترام المستهلك الخدمة بعد البيع ومتاجات رابور كاليتي بري يعني علاقة المنتوج بالنسبة لما نقدمه يكون أحسن رابور كاليتي بري يعني المنافسة ربما سي صالح يعني هو طرح سي بن حمادي قال لك إذا قدرنا واجهنا علامات عالمية هنا في الجزائر يعني ما حتكون سهلة في الدخل أكيد كما قال الآن إذا كان حقيقة بدات المنافسة في الجزائر خاصة في الميدان الهاتف حقيقة هناك منافسة إذا كان تكون نظر في الجزائر وعندها ينبار دو مارشيل يراهي وستوين ماركي فيزيبل يعني هذا لا يوجد مشكل لتفرض نفسها حبيت فقط سؤال لك نسأل كين لك لك هل شركة مثل كوندور هل هناك أيضا توجه لأجيريا أوبراطور أجيريا هل تكتل لأن الآن يتكتل يتكتل بدون أي ستين بوليتيك أو ستين يعني يفوك لأجيريا أجيريا هل كنتم لديكم هذا التوجه الآن لك تذهب كتلا أو لابد لك يفرض راشيد باردو مارشي بارك الله فيك هذا قضية يتهم الجميع ونحن ممكن كمؤسسة لدينا أشياء لما نقول هاش ولكن في المجال هذا صدقني باللي رانا متفتحين ورانا مستعدين نساعدوا كل مؤسسة جزائرية مهما كان نشطها ولو كانت منافسة لكوندو باش نساعدوها وعلى الأقل بالتجربة الصغيرة اللي عنا باش ما ما تدير ش الأخطار اللي عملنا تجربة في التصدير منذ سنوات ولكن سيدي سبوت كان صدر عن واحد طلب مليون دولار مكيفات واحد طلب زوج منين دولار ثلاج أبعث غيرنا الفكرة هذه تماما اليوم صبحت عنا استراتيجية أنا منحووس على مليون وزوج منين وتثمنين نريد أن نكون موجودين على المدى طويل في عدة دول بدنا في إفريقيا أرانا في تونس شقيقة أرانا في الأردن بدنا في فرنسا وعندنا استراتيجية حتى وإن يكون الليوشيفر وحقيقة صغير بالمقارنة بالبيطور صغير ولكن نقدر نتكلم بعد ثلاث سنوات أربع سنوات يجب نبني قواعد صلبة يعني بس صليد باش نروحوا باش نروحوا للخرج في هذا الإطار توجد أرقام بخصوص عملية مجمعة التي قام بها مجمعة هو كما أخ صالح هي هذه أرقام تافية متكلفو علم متكلفو علم زوجم لين ثث ملين دولار مجمعة وليس الأرقام التي تهمنا في المرحلة هذه أنتم مرضون على العملية إدارة التي تهمني هو ندير القواعد ولكن كنت معي من قبل كانت جاءتني رسالة خطية على أساس عقد إمضاء عقد مع شركة في السينيغال في دكا شباب جزائري رجال ونساء سوف يذهب إلى المالي بلا خوف سوف يذهب إلى نيجيريا سوف يذهب إلى البناء سينيغال سوف يذهب إلى موريطانيا لكي يتعلم وكي يخرج المنتوج الجزائري هذا هو المهم هو العامل البشري سيني رسول سليمان شباب إذا كان عرف ما كان عنده وعنده طاقات يستفاد منها الدول الإفريقية إخواننا دول إفريقية عربية وغير عربية يستفاد منها وأنا متأكد ما سوف يستفاد من الشباب لا يذهب للشمال يذهب للجنوب العمل مثل اللغنانيين في صالح سليمان تواجد نحن نحن الإفريقية وليبانية كمثال لا يوجد مطاعم إفريقية لا يوجد إفريقية حتى الجزائريين لدينا إفريقية لا يوجد إفريقية 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 كبداية كما قال الأرقام لا تهم الآن يستراتيجي لدينا إفريقية 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 ثم يقدر كمؤسسة كوندور أو آخر يعرف أين يتوجه كمرحلة الأولى ولكن نعود ونقول أن المتعاملين الإقتصادين وحدهم كل ما يكون شانسوتي ينداريار يعني كنت يحس باللي عنده دولة يعني تساند فيه ربما يكون من الصعب لازم يكون يعني الدبلوماسية قوية في هذا الإطار سي بن حمادي أنت تكلمنا نحن شتنا قبل قليل كنتم ضيتوا على عقد في السنغال يعني سي صالح سليماني يتكلم على الدعم الدولة للمصدرين الجزائريين لمصنعين الجزائريين للتفتح أكثر والدخول إلى الأسواق الإفريقية الكثير ينتقد النظام المصرفي في الجزائر لأنه نظام المصرفي في الجزائر حتى البنوك العمومية الآن عباما صالح سليماني لم يفتح فروع من أجل مرافقة المتعامل الاقتصادي هل هذا من بين العوائق والله سي أمين أنا تعرفني مانيش كما يقولون نيغاتيفيست يعني إن إنسان لا نسيب الناس في بطل العربية اليوم أريد أن أعطي الانبساط دلجيري على نوخشوت السفارة الناس في السفارة الجزائري على رأسهم السفير الجزائري نحييه بالمناسبة التي يرى فينا وإذا كان طاموا معنا ووقفوا معنا منذ وصلنا للتراب الموريطاني حتى نخرجنا وكانوا معنا في كل المراحل وشجعونا وحتى الدعوات للمجتمع المدني الموجود في نوخشوت الناس النافذي اللي عندهم كلمة ويقدروا يساعدونا ويقدروا يسمعونا ونقدروا نفهم معهم كان هما اللي يدلونا على الشهاد نفس الشي رحنا لأفريكا دوم يلسيز في باريز رجال سفارة الجزائرية كانوا موجودين أنا نحس باللي هناك وعي من طرف الدولة الجزائرية من طرف وزارة الخارجية بأن المؤسسات الجزائرية تحتاج للدعم للدولة لتحرك لتحرك من طرف الجزائرية الجزائرية لتحرك من طرف الجزائرية الجزائرية المؤسسات منذ أسبوع أو أسبوعين كان لدينا اجتماع محافظة البنك الجزائري ووزير التجارة سأسيد معالي وزير التجارة مع المتعاملين الاقتصاديين خواص العموميين ويعني هذه أول مرة التي تحدث حسما ما سمعت أن محافظة البنك الجزائري ينزل ويتكلم مع المتعاملين الاختصاديين النيا موجودة النيا موجودة ربما السلما النفطية كانت يعني كانت لازم على الجزائر ونحن نتكمل لمو على الديبلوماسية الجزائرية سيب بن حمادي وسي صالح سليماني يعني نشوفوا حتى صفرات صفرات الدول المتقندمة في الجزائر نعطيك صفرات فرنسا وبفرنس هناك مرافقة للمتعامل الاقتصاديين يعني هناك تحرك سي صالح سليماني نشوفوا تحرك نشوفوا الملحقين الاقتصاديين الأهمية لعندهم الإزاة الشيئ أوليزهم بسط نشوفوا يعني أعطيت مثال ممتاز أنه هنا في الجزائر نشوفوا نأخذوا الصفارات ونشوفوا الإزاة الشيئ يعني تحرك دائم وعندهم انطرابة تعلق دوني الجورنال يديروا بورتينج يعني حقيقة كل الصفارة مسخرة للجانب الاقتصادي كيف أنه المتعاملين تحهم الزراج دي باردو مرشي هنا في هذا يعني ونشفنا عن السافرنا وشفنا حتى حقيقة كان بعض الصفارات الجزائرية فيهم ما شاء الله يعني يخدمو وكان نشوف بلي الانيسياتيفة الكوموساتر الليبيري كنا في واحد المرحلة ونسي كاركون من الآن كان توجه استراتيجي معلن أنه لا بد المؤسسة أنها تنتج وتصدر هذا تكلم على الإنتاج والتصدير تشهد السوق الوطنية يعني الكثير من المنافسة منافسة حتى من دول المتعدد من العلامات المتعددة الجنسية نتكلم في مجال الإلكترونيك والكهرو الأجهزة كهرو المنزلية وحتى الهوتف نقالة باعتبار أنه خدمة الجيل الرابع يعني فتحت السوق مرة أخرى بعد الجيل الثالث يعني كيف تشهد نفسكم مقارنة مع المنتوج الأجنبي هل المواطن أصبحت لديه ثقافة اقتناء منتوج وطن لا في الحقيقة هذا يجب أن نتجنبه لكي لا نقوم في الأخطاء الماضي المستهلك يأخذ المنتوج الذي يساعده السعر النوعية والخدمة لا يوجد الخدمة ونحن نتحدث عن الإلكتروني والإلكتروني يوجد خدمة مع بعض السيربيس أبن والله اليوم أنا خارج سأجد المكتب ونجد علامة أجنبية حوالي 100 متر على كوندور قالوا لي أنه خطر هذا من العالمة أجنبية دار بانو كبير ونجرون بانو لماذا هذا ليس خطر هذا لازم المنافسة هذا إطار مهم في كوندور يتكلم معي قلت له هذا بشي تحفز وبش ترقدوش إذا كان رقدنا كما رقدنا في 2000 ترى حين نروح العالم ما يرحمش الاقتصاد العالمي ما يرحمش المنافسة تولد النوعية النوعية نحنا على الأقل إذا كان نقدرنا نحافظه بالمنتجات بالبرودوي ناسيونال كوندور وغير كوندور نحافظه على نسبة معينة من السوق الجزائرية كي نضيوها بالعرق نتعلم مرحبا إذا كان نضي نهر طريق آخر ما يسرح عدون سيتي في مال على هذه راني نقول لك مرحبا بالمنافسة ورانا إن شاء الله رانا قادرين باش ننوجها تغطية ربما الحصة كوندور في السوق الوطنية والله يا سيامين نحبش الأرقام ولكن نقول بللي كوندور في الريادة في عدة منتجات وحتى أغلب منتجات الهواتف النقالة في المواد البيضة في الريفريجيراتور ولكليماتيزور والحمد لله المستهلك الجزائرية راضي علينا وهذا يزيد يحفزنا باش نزيد أكثر من المجهودات باش نكون إن شاء الله في حسن الله سؤال بارك تضل سيسر سيب نحمدي الألوات فينس 2017 يعني على نوفال طاكس يعطوا على الإلكتروميناجي هل سنرى أن أسعار منتجات كوندور سترتفع في 2017 حياني بحكم أن نوفال طاكس أو وش رايحين تعامنو طبيعة الحال هو نحن نخضع تقلبات السوق العالمية الإلكترون مثلا التلفزيون في العالم في الأوين الأخيرة ارتفع بين 25 إلى 45 في المير اللاد هذا والنسي دي الأخير مع أنه حل للغرب بالنسبة للطاكس ستحدث لكونسومات الانيرجيتيك لحساب كما يعني وش وش مات المنتوج الجزيرة المصنعة في الجزيرة ستعطون لها أجل سنة حتى 2018 وهذا قرار صعيد من الدولة يجب نحترمه قرار صعيد تعطي الفرصة للمؤسسات الجزائرية الوطنية لتحضر روحها لتحسن من الاكلس في الاكلس الانيرجيتيك لبرودويتا بالنسبة للمنتجات المستوردة الوطنية تكون تاكسي من رسوم من 45% مع العلم أن في بعض الدول الجارة مثل تونس شقيقة ممنوعة هذه المنتجات ممنوعة الدخول تماما للسوق أذكركم محميين تكلم عن الحدود مثلا الموجودة الموجودة لأن نرى العلامات كلها متواجدة في الجزائر وفي تونس توجه لحماية المنتجات الوطنية هل لدينا نفس البروصيد أو التحضر لا هم الحقيقة في تونس شقيقة الحماية عن طريق النورم يتحدث عن طريق النورم كما مثلا السينار والسينار والسيكوريتي 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 والخطورة المنتج بالنسبة للمواطن وقبل أن يدخل المنتج كان أجهزة محاولة التي تعرقها وقيمتها إذا كان يدخل أو لا يدخل بغض النظر عن الليطاكس الليطاكس ونحن ضد هر من الليطاكس يجب أن نحمي الاقتصاد الوضع ولكن الحسن الحظ نتكلم على ما نعرفه في الإلكترونيك الجزائر تقدم كثير بالنسبة للدول هدية لتونس ليبيا مصر والمغرب نرى نمشي مشوار كبير يعني لا مشروش ارتفاع في أسعار منتجات كوندور خلال سنة 2017 نحن نحاول بقدر المستطاع باش الأسعار تبقى في نفس المستوى وممكن في بعض المنتجات راح ننخفض لأننا راح نزيد في الطود وعلى هذا السعر راح نخفض الحكومة اطلقت شهر أكتوبر الماضي خدمة الدفع الإلكتروني سالح سليماني الآن كمتعامل اقتصادي كيف راح تشارك في العمل يا سيد نحمتي نحن نحن في نحن نحن بعد 10 عام و تروازان نحن تقريبا في جميع المحل المواطن الذي لديه سي بوكاد سي بوكاد يقدر يدفاع اليوم وحده لطريق السباسي بيجوبوسكي بلاتفورم بالنسبة لجميع البوكاد نحن نرى نستعد و بالعكس نشجع مدام كوندور نحن في السياسة نحن كل مشتريات كوندور تتم عن طريق التحويل أو عن طريق الشيك إذن لا نستطيع نرحب بالشهر دخول خدمة الجيل الرابع آه اليوم بشرة جديدة اليوم ارتفتنا لالساسيام الفينال واليوم جاءنا الجيل الرابع البرج بعراريش لما سمعت جيزي كثر خيرهم بدأوا اليوم خدمة الجيل الرابع وانا كنت من الاول لديت الهاتف تاعي وبدلوا الشريحة الصبحت في برج بعراريش جرانا جيل الرابع بالنسبة للشركة بالنسبة للشركة نحن نتعامل مع شركة جيزي وشركة لدينا شراعي جيزي كثيرة موبيليس أريدو ونتمنى لهذا المتعاملين نزيد وجه لدينا شباب وعننا إطارات اللي يستعملون كثير لتكنولوجيا لتكنولوجيا الاتصال ولهذا هذا المر ما نرحب شفنا بلينو كوندور كوندور ديفرسيفي شفنا عدة قطاعات الآن نشوف حتى في زينيرجي لنظل قطاع مهم جدا لرحيم عول عليها الدولة باش تنقص من الاستهلاك الطاقات العادة الكنفنسيونال ومشروع لكم الطاقات المتجددة يعني الابانس إذا أمكن في 30 ثانية سيد برحب الله أفك نحن من الأول التي بدأت في الفابريكاسيون بالنصولار نحن نحن معها ونحن نحن نحن مجموعة مجموعة في الجزيرة بالنصولار ونحن نحن ونحن بهذا المشروع والجزيرة بعد 5 سنوات تكون هي الرائدة في الميد شكرا سيد عبد الرحمن بن الحمادي مشاهدينا إلى هنا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج النقاش الاقتصادية شكرا اقتصادية إلى اللقاء نلتقي الأسبوع القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر